في وقتها وعادة الوقت دكتور سمير فرج دائماً معلوماته بتكون موسقة ودقيقة زي ما بقول كده احنا في الوسائق الوسائق اللي تم الكشف عنها على موقع وزارة الدفاع بتتكلم على استعداداتنا للحرب ايه حتى الصغرة بنتكلم ازاي التناول الاعلامي كان ايه مراحل مختلفة وسائق زي ما بقول كده متكلم على الاول وسيقة بنتكلم عليها اللي تم من الوسائق اللي تم الكشف عنها اللي قدام حضراتكم قدامنا وزارة الحربية هيئة البحوث العسكرية فرع التاريخ العسكري وفن الحرب صورة رقم اتنين مذكرة رقم اتنين طبعاً فبراير 74 مقدمة للسيد نايا برئيس الوزراء ووزير الحربية اصدار كتاب عن بعض التساؤلات التي حدثت اثناء حرب اكتوبر وما بعدها وزي ما حاكم تشوفوا زي ما احنا شافين ادارة مطبعات والناشر القوات المسلحة حرب اكتوبر 73 التانية بتتكلم دي مهمة ايه ودي سري للغاية زي ما هو موجود سري للغاية فو كده ونشوف وزارة الحربية قاعدة البحر الاحمر البحرية فرع العمليات التاريخ اتناشر تلاتاشر تمانية ثلاثة وسبعين مرفقات كذا امر مهم رقم واحد تلاتين على ثلاثة وسبعين الى عقيد بحري اركان حرب مصطفى كمال منصور قاعد مجموعة مدمرات البحر الاحمر وبعدين خرائط المراجعة خريطة بحرية ارقام دي حاجات بحرية بقى الناس وما بتوع البحرية دي احدى سياد بيبقوا هم اللي عارفينها وبعدين العدو يعني هي عملية الرصد بقى بعض الوحدات بالبحر الاحمر يتمركز بعضها في شرم الشيخ يستخدم العدو ناقلات تجارية بالبحر الاحمر لنقل البترول بالبضائع يقوم العدو بنشاط استطلاع جوي من آن لآخر منطقة السفاجة الغرداء برنيس وحدات المشتركة الفاتح وطبعا سفن الفاتح والظافر ومرسل كذا المهمات اعادة تمركز بميناء عدن اليمن اليمن الشقيق يبقى هنا ادي اهو ادي امر نتكلم عليه استعداد اهو دا استعداد استعداد لي اكتوبر دي المدمرات اللي تتحرك اللي تتحرك عشان فين تتمركز عشان ايه باب المندب اغلاق باب مضيق باب المندب باب المندب اغلاقه مين اتحرك اهو انت من بدره امتى شهر تمانية بتحرك قواتك عشان تروح فين عدن اهو عشان تغلق باب المندب عندما يأتي القرار تحرك اغلاق اعادة تمركز بميناء عدن اليمني وادي التحرك امتى صادر من كذا مغادرة هتكون ساعة تقريبا سبعتاشر دي هتعتقد ساعة خمسة تقريبا الوصول مناء عدن ساعة عشرة يوم اه كذا اربعة طريقة التنفيذ تغادر وحدات المجموعة فاتح والظافر ميناء سفاجة في اتناشر اه تمانية تلاتة او سبعين ينفذ مخطط ابحار المجموعة الملفق الملحق طبعا ما كشفوش عنه وبعد الوصول الى ميناء عدن تحمل المجموعة اه تبقا اه تعمل تعمل المجموعة طبقا لتعليمات شعبة العمليات البحرية وبعدين امن القتال كل حاجة متضبط هو هي دي اما بتاخد قرار بتبقى ايه عمل ترتيباتك عمل اجراءات اللي هو مش يالله راح نحارب وفيش حاجة اسمية كده دول جيوش تاخد قرار يبقى عندك خطة خطة عسكرية خطة عشان تحقق الانتصار انما لو انت ما عادش خطة هتتبهدل وتتضمر وشعبك يتبهدل وشعبك مليش حتى يقعد يعيش فيها لما تاخد قرار عشوائي لكن هنا تاخد قرار واجراءات مبكرا شوف بشعر تمانية تلاتة وسبعين وانت اكتوبر تلاتة وسبعين قبلها بشهرين تنفس جميع احتياطات الامن وتتخذ الاجراءات اللازمة ضد الكمائن البحرية وانت بتحرق بتشوف اي شي قدامك هتواجهه تنفس قواعد العمل بسفن القوات القوات البحرية قواعد قتال المدمرات قواعد الدولية لمنع الصدمة اثناء التنفيذ المهمة عشان ما حد يحتكي بيك أو حد يكتشفك تضاء انوار الملاحة تنظيم ودي اجراءات كل حاجة بقول لحاجة تدقيق تعمل اجراءات دقيقة ثم بعد ذلك تشوف كمان الوسيقى اللي بعدها في قدامنا بتشوف طبعا مخصوص سيطرة على ادي خاصة بمركز السيطرة على قوات طوارئ الدولية في نطاق الجيش التاني تقرير منفصل عن اجتماع مصر اسرائيلي تحت اشراف قوات الطوارئ الدولية مذكرة اللواء اركان حرب طبعا محمد عبدالغاني الجامسي بخصوص مهمات الطبية المستشفى السويس ده كان في 27 11 73 بعد الانتصار وبعد اكتوبر وده كان بداية على طول الاجتماعات اللي بدأت مع الجانب الاسرائيلي ثم تقرير بخصوص الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين والاهداف غير العسكرية في ديسمبر 73 مذكرة بخصوص مركز قوات الطوارئ الدولية وغيره وغيره ثم بعد ذلك تحركات وبخصوص وبعدين اللي بعده اللي بعده فكرة العملية الهجومية شامل ادي فكرة العملية الهجومية او دي الخريطة اللي بتحدد كل ما يتعلق بي ادي العملية هتتم ادي الخاصة حتى كمان بالصغرة وازاي تم تصفية الصغرة والسيطرة وزاي ما بقول كده تصفية الصغرة وتناول الاعلامي اللي تم كل قدام حضرتك كل تفاصيل الخاصة بفكرة العملية وسري للغاية بعد كده ملخص معلومات عن الموقف زي ما احنا منشوف في ايام اكتوبر والقوات شرق القناة فيها ايه المواقع الخاصة بيها القوات وطبعا بعد كده تم اثر مش عارف عدد كام من من العدو اصرنا كمواحد وبعدين الغرة الجوية على الزعفرانة المدنيين والشهداء اللي سقطوا فيها وثم تدمير هيل دي هيلوكوبتر بوسط فارد كذا تم ابلاغ المركز وهكذا ده بقول له حالكو ده جزء او بعض الوسائق واكيد هيكون كل ما يتم الكشف عن وسائق خلي بالحالكو ده بيبقى مهم او الكلام ده مهم الكلام ده ومهم كمان حضرتكو بعارف لما بتاخد قرار القرار بيكون قرار قرار حرب عشان اصل حرر ارضي حررناها الحمد لله حررناها الحمد لله اخدنا حقنا